حلم الشجار ومعانيه قال ابن سيرين إن رؤية الشجار في المنام تدل على الخلافات والمعارك التي ستواجه الرأي خلال الفترة القادمة وأشار إلى أن شجار الشخص مع أحد أقاربه دليل على خروجه من حالة الهم والحزن التي عاشها خلال الفترة الماضية أما الشجار مع شخص غريب فتدل على مشاكل ستصيب الرأي خلال الفترة القادمة ومن رأى أنه يتشاجر مع والده أو والدته فهذا يرمز إلى حالة التوتر والضياع التي يعيشها الرأي في حياته اليومية أما إذا رأى الشخص أنه يتشاجر مع شخص ميت فهذا يعني تغير أحواله نحو الأفضل وحصوله على رزق وفير خلال الأيام القادمة في بعض الحالات تكون رؤية الشجار في المنام دليلا على الطاقة السلبية الموجودة لدى الرأي وعلى عدم ثقته بنفسه وخوفه من المستقبل وعلى مروره بمجموعة من المتاعب النفسية إذا رأى الشخص أنه يتشاجر مع والديه المتوفيين فهذا يعني ارتكابه الكثير من الآثام والمعاصي وابتعاده عن طريق الهداية والحق هذا وترمز رؤية المشاجر مع شخص يكره الرأي إلى الميول العدوانية للشخص الذي يتشاجر معه الرأي لذلك يجب عليه أخذ الحيطة والحذر منه وتدل رؤية الشجار مع الأم على معاناة الرأي من مشاكل كبيرة في حياته بسبب سوء سلوكه أما الشجار مع النساء في المنام فيرمز إلى وجود مجموعة من العقبات والمشاكل التي تعكر صفوى حياة الحالم في بعض الأحيان ترمز رؤية المشاجر والضرب إلى عدم الوفاء بالعهد قال النابولسي إن رأت المرأة المتزوجة نفسها تتشاجر مع عائلة زوجها فهذا يعني قدرتها على رعاية عائلتها وقيامها بواجباتها اتجاهها وأشار النابولسي إلى أن المشاجر مع الخطيب أو الحبيب تدل على الحب بينهما وعلى حل الخلافات في حال وجودها وفي حال رأت مشاجر بين أطفالها فهذا يعني معاناتها من مجموعة من الضغوط النفسية التي يجب عليها التعامل معها بروية وتأنن أما شجارها مع زوجها فدليل على وجود مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بزرع الفتنة بينهما لذلك عليها أخذ الحيطة والحذر منهم وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تتشاجر مع أحد الأشخاص فهذا يعني اقتراب موعد خطبتها أما إذا كانت المشاجر عائلية فهذا يدل على الدعم الكبير الذي تقدمه عائلتها لها والذي سيساعدها على تحقيق أحلامها وأهدافها اكتب لي في التعليقات هل سبق وشاهدت مشاجرة في منامك؟ ترجمة نانسي قنقر